السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نوفق بين تفضيل المهاجرين في الآيات يقول السلام عليكم كيف نوفق بين تفضيل المهاجرين في الآيات مع مدح النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار في قوله لو لا الهجرة لكنتم مرأة من الأنصار وقوله الناس شعار والأنصار ذثار نعم الأنصار لهم فضائل عظيمة إلى شك والمهاجرون لهم فضائل ولكن فضائل المهاجرين أكثر فهم أفضل ولذلك قدمهم الله سبحانه وتعالى الأنصار في ديارهم وفي مزارعهم ونقيرهم وأموالهم وهؤلاء ترثوا قيوتهم وترثوا أموالهم وجاءوا لأجل الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بدلوا أكثر مما بدلهم الأنصار نعم